بالمناسبة ناصر منسي انبارح سجل الجول سجل ضربة ترجيح في السماء للوقت بعد فترة انتقادات قوية أو وجهت لي مش بس من الجمهور بل حالي وانا برضو بوقت وانت كان هجوم زمارك سابقين ايه مدى تأثير ماتش زي ده وطلوعك كده جماهيريا زي ما حصل انبارك انت بتبقى من هنا بقيت هنا معنويا مفروض انت تستغل دي زي عواد عواد جات فترة الكورة بيبقى فيها متغيرات سريعة جدا وفي اي لحظة انت عواد ممكن ما كانش بيشارك فترة طويلة جدا جات حطة اصابة لعب بقى كويس ناصر نفس القصة انتقادات 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 انت في الاول واخر انت متنتقدش عشان انت عايز تجرح انت متنتقد على انت في الاول واخر انت بتلعب نادي كبير الناس متعشمة او متوسمة فيك اللي انت تعمل اضافة ناصر من ايام ما كان في البنك الاهلي لعيب كبير وما كان في الداخلية وطلعها لعيب كبير بس يجيه وقت ملقى اوقات ممكن او توفورم او عنده بدلات او مفيش تركيز او 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 المفيد بقى في القصة دي كلها لازم تستغل دي يعني ما يبقاش النهاردة انا عملت ماتش وجبت جوه ما ينفعش عايش عليها لأ انا لازم يبقى عندي استمرارية فهو محظوظ وخلي بالك في الكرة دي بتبقى جوه فيه عنده يعني اكيد ده انضيف من جوه صدقني او اكيد مثلا والدته دعيال وحده قرائب بيعمل حاجة كويس اللي انا قريد اللي هو ممكن ما كانش مسافر يعني انا قريد في الوسائل اللي هو ممكن ما كانش بدها لأ سافر ونزل وهو اللي جاب الجون وكمان تشوت ضربة الجزاء رغم اللي خلي بالك هو باللي مر بيه الفترة اللي فاتت في ضربة الجزاء محدش كان يتوقع اللي هو ممكن يخش في الخمسة صحة ولا غلطة ودخل وشار فانا اتمناله للفترة اللي جاية هاني اي لعيب يبقى عنده استمرارية انت النهاردة استغل بقى دي استغل اللي انا النهاردة جبت جون الجمهور بعد ما كان مبارح فرحانين بك وفيديوهات ونصر الاستورة فانا مبسوط لك وحاجة كويسة اللي في الاول والاخر انت النهاردة بص على الفروضة بتاعت النادي الزمالة كانت طول ما فيه منافسة هتلاقي المستوعد انت مبارح اللي برد 18 مين حسام اشرف اللي هو ثالث هدف الدولة وعندك صف الجزيري وعندك ناصر الكويس هو اللي هيلعب بايه بالمنافسة اللي بين الثلاثة المنافسة دي هي اللي هتخلي الجزيري وناصر وحسام كويسة طيب مناكت كلمت عن عواد بقى وربطته بناصر عواد برضو زي ما قلت جاي من بعيد بعد الاداء اللي ظهر بين بارح سواء في التصدي بتاع كورة وسام اخطر تصويبة للاهلي في المباراة وضربة الترجيح اللي تصدى لها فجابت للزمالك البطوضة هل انتهى فكرة عواد ولا صبحي عواد ولا صبحي ولا هتبقى مستمرة عواد ولا صبحي على حسب ما يقرره دي بترجع للجهاز الفني هو عواد جون كويس محدش اختلف عليها هني بس عواد جي السنة اللي فاتت عواد مش مركز السنة اللي فاتت مكانش مركز حاجات يتدايق مثلا ممكن لو صبح يلاعب الحاجات تي خلاص في الاول اخر انت اللي هتخسر لكن انت مبارح لما ربنا يديك حاجة كويسة وتاخد فرصة والحارس يتعور وتخش انت وتكسب الفرقة وصد ضربات جزاء يبقى انت اما مشيت صحة وركزت وجددت ومشيت صحة هتبقى بمستوىك ده بس زي ما بقولك اتمنى ما تكونش لحظية هني اللعيب الكبير اللي بيبقى عنده استمرارية انت النهاردة عواد لو في مستوى على الاقل مش هقولك يلعب منتخب مصر بس هيبقى موجود في منتخب مصر مين لو حطيتهم قدام بعض عواده صبحي؟ ده عنده ميزات وده عنده ميزات مين اللي تخليه حارس مرمى الزمالك الأساسي؟ باعتبارك انت عضو في الجهاز الفني لحده قريب يعني؟ حسب برضو هني خلي بالك صبحي اللي انا شايفه اللي هو كان بلعب مع جوميز اللي الراجل بيحب الجون اللي هو بلعب برجله ممكن صبحي عنده الميزة ميزة دي لكن انت بتتكلم على خبرات ممكن خبرات عواد السبات عنده اكتر من صبحي صبحي ممكن عنده ممكن عواد عيبه اللي هو جون خط شوية يعني معظم القواد بيبقى يعني ممكن في بعض القواد لازم احتاج صبحي غير فهم ده في ميزة وده في ميزة لكن في الأول والآخر لو بتتكلم على خبرات وعلى سبات فعالي أكتر ممكن عند عواد بس في الأول والآخر هو شاف وغرب الانتقاداته وشاف وشاف انت النهاردة كسبت احترام والناس وانا من ضمنهم رفعنا لك الكوبة عن بارح لازم تكمل بقى وتركز اللي في الأول والآخر اللعيبه هني هو اللي بيخسر وهو اللي بيكسبه انت خسرت الفترة اللي فاتت بسبب عدم التجدد لا جاي وقتا بقى اللي انت ترجع وتقف تاني وتخش وانتخب مصر طيب ممكن يكون أداء لعيبة الأهلي مبارح اللي هو مزعل جمهور الأهلي بشكل واضح يعني حالة غضب جماهيرية اتجاه اللاعبين بسبب المستوى اللي ظهروا بمبارح ممكن يكون كل ده بسبب تصريحات اللي بدأنا بها الكلام انه الأفضلية للأهلي؟ لا هي مش الأفضلية قصة انا ممكن اطلع وقول معاك ايه؟ اه افضلية اه مش افضلية اه مش افضلية لا يعني خلي بالك يا هاني الاستهتار الاستهتار خلي بالك بس اه في القوض المغلقة الكلام ده بالبلدي بمعنى انت ما بتقول تصريحات على ايه؟